وصفتنا لليوم رز بالحليب بالكرامل بطريقة جداً سهلة وجداً لذيذة يا جماعة بارد ومجد لذيذ احتشت لي 3-4 كوب من الرز المصري المخسول أضيف عليه كوبين من الماء أسيبه يستوي هضيف كلتر من الحليب خلت شوية من كمية الحليب وقلبت فيها 3 ملاعق من النشا ونزلتها هضيف السكر والفانيلا وبعدها أضفت عليها ملعقتين كبيرة من القشطة وكمان المستكة السائلة هقلبها لحد ما أوصل لهذا القوام وأبدأ أوزحها على القوالب بهذا الشكل وأخليها تبرد وبعدها احتشت لكوب من السكر كرملته هضيف عليه كوبين من الماء قلبت فيها ملعقتين من النشا هبدأ أنزل الماء بالتدريج وأقلبه لحد ما يذوب معايا السكر بهذا الشكل وبعدها هبدأ أوزحها فوق الرز بالحليب بهذا الطريقة وأقدمه هو بارد ما أحكي لكم قد إيش لذيذ وبالعافية عليكم لازم تجربوها وتتمدوها